تنضم لنا الآن من باريس الصحفية المتخصصة في الشؤون الأوروبية مايا خضرة سيدة مايا أهلا بك معنا إذن قمة أوروبية أوكرانية تعقد في كييف هي الأولى من نوعها كما تبعنا قبل قليل أجندة هذه القمة التي تتضمن دعم عسكري ومالي لكييف ولكن فعليا وواقعيا ما الذي يمكن أن تحصل عليه كييف من الجانب الأوروبي من خلال هذه القمة ممكن أن تحصل عليه كييف هو امتداد للذي حصلت عليه العام المنصرم أي المساعدات المادية التي سترتفع لهذه السنة لتصل إلى 18 مليار يورو هناك أمر جديد وهو توعد أوروبا كييف بتدريب 30 ألف جندي جديد في أوكرانيا وهذا تدبير جديد هناك أيضا حزمة العقوبات التي لم يتم وضعها بعد وهذه هي الحزمة العاشرة وبالنسبة لي سيتم مناقشة هذه الحزمة في كييف مع الجانب الأوكراني وأيضا بحضور 15 مفوض الأوروبي جوزيب بوريل رئيسة الديبلوماسية الأوروبية وإرسولا فندرلين رئيسة المفوضية الأوروبية وهناك أيضا هذا الجانب الذي يتعلق ليس فقط بالحرب ولكن الذي يتعلق بدولة أوكرانيا اليوم سيتم التباحث بكيفية مكافحة الفساد في الدوائر الرسمية وفي المؤسسات في كييف نعلم أن الرئيس بولودومير زيلنسكي قام نوعا ما إذا سمحتم لي بهذه العبارة بتنظيف بعض من المؤسسات الأوكرانية من الفساد ومن بعض الشخصيات الفاسدة أيضا وقام بطردهم وهذا هو العامل الذي يريد أن يعول عليه بولودومير زيلنسكي ليسرع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحتى هو قال وأفصح أنه يريد أن يكون هناك تقدما على هذا الصعيد في هذه السنة والمخاوف الكبرى لدى أوكرانيا هو أن يكون مصير أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كمصير مونتنيجرو أو ألبانيا الدولتان اللتان تنتظران منذ عشر سنوات تقريبا في هذه النقطة سيدة مايا ولكن فعلا هل استجابة أوكرانيا للشروط الأوروبي على رأسها مكافحة الفساد المالي خاصة يعني شهدنا مؤخرا فضيحة فساد والكسب غير المشروع للمسؤولين الأوكرانيين مؤخرا هذا من جهة ومن جهة أخرى هل فعلا يريد اليوم التكتل الأوروبي انضمام أوكرانيا قبل انتهاك كل هذه العمليات العسكرية والحرب لأن انضمام أوكرانيا الآن هذا يعني بأن دول التكتل يجب أن تشارك أيضا في القتال ضد روسيا في الحرب نعم بالفعل سأجاوب على الشقين من سؤالكم أول شك هل أخذت أوكرانيا تدابير لمكافحة هذا الفساد نعم لقد قلت في جوابي الأول أن الرئيس بولودومير زيلنسكي قام بتنظيف المؤسسات في أوكرانيا ولكن هذه عملية طويلة ودولة أوكرانيا لا يمكن أن تخرج بظرف سنة من فساد كانت اعتادت عليه في الدوائر الرسمية وفي الدولة على مدى سنوات عدة لذلك هذه عملية طويلة وهذا الوقت الذي تأخذه أوكرانيا للخروج من الفساد وهذه ليست بعملية نوعا ما كالسحر لا تحدث بظرف سنة هذه حجة للدول الأوروبية خاصة ألمانيا وفرنسا التي تعارضان حتى اليوم اندمام أوكرانيا بشكل سريع إلى دول الاتحاد الأوروبي بالرغم من هذا الضغط الذي تمارسه بعض من الدول كدولة بولندا كبعض من دول البلطيك وأوروبا الشرقية أيضا لذلك بالنسبة لي اليوم هذه العملية عملية اندمام أوكرانيا ستأخذ سنوات كثيرة وحتى هناك أجواء في الاتحاد الأوروبي تتكلم عن عشر سنوات عن عقود أيضا لاندمام أوكرانيا إلى أوروبا وبالفعل كما قلتم أيضا ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي اليوم أو ضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي اليوم هو إدخال العالم الغربي في مواجهة مباشرة يرفضها حتى اليوم مع دولة روسيا في هذا الغزو الذي تمارسه على أوكرانيا هذه ستكون مرحلة يتخطاها الاتحاد الأوروبي لكي يكون هناك حرب مواجهة مباشرة ما بين جنود أوروبيين وجنود روس وهذا ما لا يريده الاتحاد الأوروبي حتى اليوم ولن يريده على الأرجحة أيضا لن تأخذ الدول الأوروبية هذه الخطوة ولذلك بدأت الحديث معك سيدة مايا بالقول ما الذي يمكن أن تحصل عليه كيف فعليا وواقعيا من خلال هذه القمة ومخرجات هذه القمة بالعودة للدعم أيضا المالي تحدثنا عن أن اتحاد الأوروبي سيقدم دعم مالي خلال هذا العام يقدر بـ 18 مليار يورو مليارات من اليورو اليوم تقدم كدعم إلى الجانب الأوكراني ولكن هل يستطيع الاتحاد الأوروبي الوفاء بكل هذه الوعود المقدمة لكي يف لو أخذنا بالاعتبار ما يعيشه اليوم أو تعيشه الكثير من البلدان الأوروبية من أزمة اقتصادية وتضخم وتدني الأجور والإضرابات والتظاهرات وما إلى ذلك إلى أي مدى سيستطيع التكتل الأوروبي تقديم هذا الدعم لأوكرانيا بدأت تعلو الكثير من الأصوات المعارضة من قبل حتى المواطنين أو حتى الأحزاب في أوروبا التي كانت تدعم أوكرانيا ولازالت تدعم أوكرانيا في حربها ولكن اليوم المجتمعات والحكومات الأوروبية هي في مواجهة ليس فقط الخطر الروسي في شرق أوروبا وفي أوكرانيا إنما هي في مواجهة كل هذه الاحتجاجات التي تحصل على أرضها من احتجاجات تحصل في فرنسا إلى بريطانيا إلى ألمانيا أيضا وهذه الاحتجاجات تتكلم وحتى الحركات النقبية عن هذا الدعم المادي الذي يرسل إلى أوكرانيا في حين أن الدول الأوروبية ترزح تحت وطأة التضخم وأزمة اقتصادية لا صابقة لها لذلك هذا الدعم في حال ما تم التصويت عليه وتم تقريره أيضا سيحدث وبالنسبة لي أوروبا ستفي بوعودها ولكن المشكلة التي سنراها هي المشكلة التي ستنعكس على هذه الثقة ما بين الشعوب وبين الحركات النقبية والحكومات نرى أنه بشكل دوري وكل أسبوع هناك احتجاجات في أوروبا هناك غلاء للمعيشة هناك غلاء للسلع الضرورية وغلاء أيضا في مادة الديزل وفي مادة المزوط وفي الغاز أيضا في هذه الدول وهذه هي المشكلة الكبرى في الدول الأوروبية لذلك تسعى الدول الأوروبية اليوم لمناقشة خطة السلام المطروحة من الرئيس الأوكراني ولدومير زيلنسكي ولكن بالنسبة لي حتى اليوم مع المهمة تطرح هذه التساؤلات سيدة مايا كيف يمكن مناقشة خطة السلام ودونياسك ولا وجود لموسكو في هذه الخطة أو حضور على عموم شكرا لك سيدة مايا عذر المقاطعة لديق الوقت سيدة مايا خضرة المتخصصة والصحفية في الشؤون الأوروبية كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك شكرا لك